يلسلتنا هذا اليوم هي مواجهة لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة نحن في حملة وطنية لإسقاط قانون سرقة وقرصنة أموال الشهداء والأسرة والجرحة الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية إذ أن هذه الأموال هي حق للشعب الفلسطيني وهي من عائدات الضرائب ولا يحق لحكومة الاحتلال أن تقوم باحتجاز هذه الأموال في خطوة انتقامية ضد الحركة الأسرة الفلسطينية لنزع الشرعية النضالية عن هؤلاء الأسرة هذه الفعاليات كانت الأسبوع الماضي أمام مقرات الأمم المتحدة في هذا الأسبوع هي أمام مقرات الصليب الأحمر الدولي في كافة محافظات الوطن الفلسطيني